إلى زاخو مع مراسلتنا نجلاء سندي لتحدثنا عن الحملة التي أطلقتها مديرية الزراعة لمكافحة حشرة سونة التي ظهرت على محاصيل القمح نعم يا نجلاء تفضلي نعم تحية طيبة مني لكم زملاء يضمن إطار الاهتمام بالقطاع الزراعي في إقليم كردستان اتخذت مديرية الزراعة في مدينة زاخو إجراءات متكاملة لتطوير الطرق الزراعة ولرفع انتاجاتها لضمان الأمن الغذائي في إقليم كردستان وذلك بعد انتشار حشرة السونة حول المحاصيل القمح للموسم الزراعي لهذا العام لذا اتخذت مديرية الزراعة في مدينة زاخو إجراءاتها وبدء بمكافحتها عن طريق آليات ومبيدات حشارية وتوزيع على المفلاحين بشكل مجاني وللحديث أكثر انضمعي سيد أحمد سامي مدير الزراعة في مدينة زاخو ليحدثنا عن تفاصيل أكثر نعم شكرا جزيلا مشكورة حكومة أكليم كردستان قامت بتوفير لنا المبيد الحشري كل سنة أقوم بتوفير هذا ما يفي هذا الوقت من العام للغرض القضاء على حشرة السونة الضرة التي تقوم بأيكل محصول الحنطة وهذا يؤثر بالتالي على محصول انتاجات الحنطة ونوعاتها ويؤثر على مردود ودخل الفلاح عند تسليم هذه الحنطة إلى السيدو كمية كمياتنا تقريبا تسعمائة طن وسوف نقوم بتوزيعها على حدود منطقة إدارة مستقلة لزاخو المساحة المزروعة في زاخو تقريبا مئة وثمان وثلاثة ألف دولام سوف يقوم الفلاحين برش هذه المبيدات من الآن تقريبا لحد الشهر الخامس تقريبا لحد الشهر الخامس لتوزع مجانا لكل الفلاحين شكرا جزيلا طبعا تقوم بالفعل مديرية الزراعة عن طريق تشكيل لجان مختصة تقوم بجولاتها الميدانية حول المحاصيل الزراعي المتابعة ورصد الأضرار التي تلحق بالمحاصيل وخصوصا بعد انتشار هذه الظاهرة أو الحشرة كذلك من خلال المتابعتها ستكون اللجان مستمرة لحين القضاء على هذه الآفة طبعا المساحة الإجمالية للمحاصيل الحنطة في مدينة زاخو أكثر من 138 ألف دونام ستكون في إدارة الزاخو المستقلة سيتم توزيع أعداد كبيرة بشكل مجاني على الفلاحين نعم زملائي نعم مراسلتنا نجلاء سندي من زاخو شكرا جزيلا لك